حبل الكذب قصير كحبل السرة هذه المرة فقد انتهت مصرحية حبكت قصتها امرأة من جنوب افريقيا اسمها غزيامي سيتول وعمرها سبع وثلاثون سنة خدعت بها العالم ومعظم وسائله مدة عشرة ايام بزعمها انها انجبت سبع ذكور وثلاث اينات توائم ثم تأكدت السلطات انها لم تكن حاملا على الاطلاق لذلك اعتقلتها لمعرفة ما كانت تنوية لكنهم نقلوها اولا الى مستشفى محلي لتقييم حالتها النفسية ليتم النظر بامرها فيما بعد وفق ما ذكرته وسائل اعلام محلية خبروا الانجاب الذي بهر العالم واعتقدوا انه حطم كل الارقام القياسية صدقه الجميع تقريبا لانه ظهر اولا بصحيفة موثوقة وشهيرة لا تزال تصدر منذ 1899 وتحمل اسم عاصمة جنوب افريقيا وهي بريتوريا نيوز التي يمكن الاطلاع عليها بالانترنت ومع ان سلطات مقاطعة جوتينغ الواقعة فيها العاصمة ذكرت للصحيفة بعد يومين ما يمكن اعتباره شبه نفيا للخبر بقولها ليس لدينا سجل للاطفال العشرة الا اذا كانوا قد ولدوا في الهواء الا ان الصحيفة استمرت بمتابعة خبرهم وبان ولادتهم تمت في مستشفى ستيف بيكو اكاديميكس اوسبيطال يوم 7 يونيو وان مكان وجودهم وحالتهم من الصحية لا تزال غامضة وفق تعبير الصحيفة التي لم تذكر اي مصدر لمعلوماتها وهي معلومات نفى المستشفى ايضا القسم المتعلق به كمكان لولادتهم فيه اما زوج الام وهو تسوتيتسي البالغ اربعين سنة فذكر في بيان اصدره باسم العائلة انه لم يرى التوائم المفترض انهم اولاده بل اعتمد على رواية زوجته التي شكك بها فيما زعمت الزوجة انها تخفيهم عنه لانه يسعى لاستغلالهم والحصول على تبرعات ليصبح مليونيرا وللان لم يتم التعرف تماما على المستشفى الذي تدعم الام ولادة توائمها العشر فيه ولا تم نشر صورة لهم ولا ظهر طبيب يؤكد ولادتهم على يديه او شخص ما يؤكد رؤيتهم ومع ان الخبر تم تصنيفه من سلطات جنوب افريقيا كمفبرك واعتقلتها الشرطة بسببه الا ان اعتقالها لم يستند بعد الى تهمة معينة بالذات لذلك ليست رهن الاعتقال التقليدي وفقا لما نقلت وسائل اعلامية محلية عن ريفيلو مكوينا محاميها الذي لا يتزال ترفض الرد على اتصالته بها اشتركوا في القناة محاميها